اكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمانة الخليفة رئيس الوزراء الموقر أن الحكومة تولي الاستثمار في القطاع الصحي همية كبرى ليقينها بدوره في دعم الخدمات العلاجية التي تقدمها للمواطنين واسناد جهودها لتحقيق الأفضل على هذا الصعيد لفتاً سموه إلى الحرص على فتح المجال رحباً أمام استفادة الخبرات البحرينية في المجالات الصحية والعلاجية عبر الاستفادة من التجارب التي تمتلكها الدول الشقيقة والصديقة في هذا المشان مرحباً سموه بتوجهات القطاع الخاص التايلندي للاستثمار في القطاع الصحي بمملكة البحرين وتطوير ما يربط بين البلدين مع علاقات وثيقة وراسخة لتعزيز ذلك هذا وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر قد استقبل بقصر الكضابية الدكتور ويتيت أرفان فاتكون الرئيس التنفيذي لمستشفى بايافيت التايلندية الذي يزور مملكة البحرين وخلال اللقاء أشهد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بما يشهده مسار العلاقات البحرينية التايلندية من تنام واتساعاً في المجالات مجالات التعاون المشتركة بين البلدين منوهاً سموه بدور القطاع الخاص في تطوير علاقات البلدين من خلال مساعيه للاستفادة من علاقات الصداقة المتميزة التي تجمعهما وما تتيحه اتفاقيات التعاون بينهما من فرص لتعزيز مجالات التنمية المختلفة لصالح الشعبين الصديقين وأكد سموه أن هناك فرص وعدة للتعاون بين البلدين في مختلف المجالات التي يمكن تطويرها بالشراكة بين القطاع الخاص في البلدين واستثمار ما تتمتع به مملكة البحرين من موقعاً استراتيجي وعوامل جذب متنوعة في النفاذ إلى كافة أسواق المنطقة والعالم وأبدأ سموه حرص الحكومة على تشجيع الاستثمارات في القطاع الصحي من خلال ما توفره من منظومة متكاملة من التشريعات والتسهيلات التي تحفز المستثمرين على توجيه استثماراتهم لهذا القطاع الحيوي وتدعم توجهات المملكة نحو التحول إلى وجهة متميزة في مجال السقطاب السياحة العلاجية في المنطقة من جانبه عرب رئيس التنفيذي لمستشفى بايا فيتا تايلندي عن شكره وتقديره لسمو رئيس الوزراء على جهود سموه المتواصلة في تطوير العلاقات بين البلدين مشيدا بدور سموه في إرساء علاقات متميزة وما يليه سموه من دعم وتشجيع للقطاع الخاص للاستثمار في المجال الطبي منويها بما تشهده البحرين من تطور في هذا المجال ترجمة نانسي قنقر